موسيقى نشط التسعى عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين موسيقى مقتل ستة اشخاص واصابة تسعة اخرين من قوات الصاعق نتيجة اشتباكات الشهر الماضي في فنغازي ومصادر محلية بالمدينة تؤكد سقوط عدة قذائف على منطقة سلمان يامس قرابة مائتين وخمسين قتيلا في سبا خلال عام الفين وخمسة عشر ومراكز شرطة المدينة يقول ان القوى الامنية تمكنت من استعادة اكثر من مئة سيارة كانت تعرضت للسطو موسيقى في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا لكل الاحرار كوبلر يؤكد ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا يتطلب تسريع الحصول على اغلبية تدعم الاتفاق السياسي ويقول ان مباحثاته في طرابلس كانت مخيبة للامال موسيقى قال مسؤول المكتب الاعلامي بمجلس شرط وار بنغازي محمد عبد الرحمن ان شخصا على الاقل من قوات حفتر قضى في هجوم شنة قوات الشرى بمحور الهواري واوضح عبد الرحمن ان اشتباكات متقطعة جرت في اكثر من محور بالمدينة لافتا الى ان سلاح الجو الموالية لقوات حفتر شنغارة جوية استهدفت منطقة ليثي من جهة اخرى اكد مسؤول المكتب الاعلامي بمجلس شرط وار بنغازي ان قواتهم قصفت قاعدة بنينة الجوية يوم امس بعدة صواريخ جراد في بنغازي ايضا اكدت مصادر محلية سقوط عدة قذائف صاروخية بشكل عشوي على منطقة السلمان الشرقي الليلة البارحة واوضحت المصادر نفسها لقناة ليبيا لكل الاحرار ان القصف لم يسفر عن اصابات بشرية كحصيلة اولية منوهة الى وجود بعض الاضرار المادية اشار الى ان القذائف العشوائية في مدينة بنغازي اصفرت عن مقتل اكثر من مائة شخص وجرح قرابة اربعمائة اخرين خلال عام الفين وخمسة عشر وذلك حسب ما اعلنه مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في سياقنا متصل اعلن الناطق باسم قوات الصعي قاملود الزوي مقتل ستة اشخاص واصابة تسعة اخرين نتيجة اشتباكات الشهر الماضي في بنغازي واوضح زوي ان هذا العدد هو حصيلة القتلى في صفوف قواتهم في شهر ديسمبر فقط وذلك اثر المعارك الجارية بين قوات الصاعق الموالية لحفتر وقوات شورى الثوار في عدة محاور ببنغازي وفض الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة بان قواتهم فقدت خلال العام الماضي مائتين وثلاثة وستين عنصرا فيما بلغ عدد الجرحة اكثر من خمسمائة شخص حسب قوله وقد اعلن مستشفى الجلابي بنغازي انه استقبل خمسمائة وثلاثة قتلى وثلاثة الاف وثلاثمائة واربعين جريحا خلال عام الفين وخمسة عشر جراء الاشتباكات في المدينة في احصائية للمستشفى لم تتضمن اي قتلى لقوات شورى الثوار الى جانب ما تستقبله المستشفيات الاخرى بالمدينة والمناطق المجاورة تفاصيل واوفى عن هذه الاحصائية في التقرير التالي عام مرة على مدينة بنغازي حصد فيها مئات الارواح من المدنيين والعسكريين اثر معاركة مستمرة بين قوات عملية الكرامة من جهة ومجلس شورى الثوار من جهة اخرى فبحسب مصدر طبي بمستشفى الجلابي بنغازي فانه السجل مقتل أربعمائة وثلاثة اشخاص من العسكريين والقوات المساندة لعملية الكرامة من شباب المناطق خلال عام 2015 فيما سجل جرح 2890 شخصا تتراوح اصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحالجة الناتق الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة ميلود الزوي افاد بان قوات الصاعقة فقدت خلال العام نفسه 263 شخصا فيما بلغ عدد الجرح اكثر من 500 شخص المدنيون لم ينجوهم ايضا من المعالك الدامية والقذائف المتساقطة فقد حصد عام 2015 وبحسب احصائية صادرة عن مستشفى الجلابي بنغازي مئة قتيل وقتلين من المدنيين وجرح اكثر من 450 تتراوح اعمارهم بين ثمانية اشهر وثمانين عاما الاطقم الطبية هي الاخرى اخذت نصيبها من هذه المعالك فكانت حصيلة عام 2015 مقتل شخصين من العاملين في مستشفى الهواري اثناء عملهم الى جنب قوات حفتر وجرح 14 شخصا بينهم عدد من الممرضين وسائق سيارات الاسعاف اصيبوا اثناء عملهم في محاور القتال وقع المجلس البلدي ببنغازي عقودا للصيانة وتوريد اجهزة وشراء مركبات لعدد من المؤسسات بالمدينة بقيمة اجبالية بلغت حوالي مليونين وستمائة الف دينار واوضحت البلدية على صفحة رسمية على فيسبوك ان العقود الموقعة تشمل البدء في صيانة عاجلة لبعض المدارس وتوريد وتركيب برج وجهاز صوت لصالح قناة بنغازي وعقود شراء مركبات آلية لصالح قسم المرور وقسم النجدة وفرع جهاز الحرس البلدي وقسم البحث الجنائي الى اجدابيا حيث وكد مصدر في المدينة هدوء الاوضاع بعد الشباكات متقطعة دارت في عدد من احيائها مساء امس واشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته الى وجود دعوة ان اطلقها سكان حي القلوز من اجل التوجه لمنطقة البوابة الشمالية للاعتصام هناك حتى يتم ايجاد حل ينهي الوضع القائم في الحي وكانت بعض الاطراف المتحاربة في جدابيا قد توصلت يوم امس الاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في حي القلوز ودخول فرق الهلال الاحمر والهندسة العسكرية وشركة الكهرباء العامة الى الحي الا ان هذا الاتفاق لم يطبق بسبب تحفظ بعض الاطراف في حي القلوز على بنود الاتفاق نفى مجلس شورى تحالف ثوار جدابيا في بيان له اي علاقة له بما يعرف بتنظيم الدولة نافيا علمه بالانباء التي وردت حول انضمام احد افراد المجلس للتنظيم واوضح البيان انه تم ايقاف الشخص الذي تواردت الانباء حوله حول مبايعته لما يعرف بتنظيم الدولة وعزله الى حين ان يثبت ما يخالف ذلك واضاف البيان ان القائمين على المجلس ركزوا اثناء تشكيله على كلمة تحالف اي انه يجمع جميع فئات المجتمع بحسب البيان اكد الناطق باسم الهلال الاحمر الليبي فراش دابيا منصر عاطي ارتفاع عدد القتل الذين استقبلهم مستشفى محمد لمجريف نتيجة الاحداث الاخيرة في المدينة الى 35 قتيلا واضاف عاطي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الضحايا اغلبهم من المدنيين مشيرا الى ان عدد الجرحى نتيجة هذه الاحداث قد وصل الى اكثر من 85 حالة عدد منهم حرجة كما اشار عاطي الى هدوء الاوضاع في المدينة منوها الى قيام سكان حي القلوز بالتجمهر امام مديرية الامن للمطالبة بالسماح لهم بالعودة الى منازلهم في سياق متصل قال رئيس لجة هالي حي شارع القلوز بجدابيا محمد عبدالواحد ان عددا من الاهالي تعرضوا لاطلاق نار كثيف دون وقوع اي اصابات في صفوفهم اثناء محاولتهم دخول الحي ظهر امس واوضح عبدالواحد لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عددا من الاهالي تمكنوا من العودة الى منازلهم رغم اطلاق النار مشيرا الى ان الاهالي اجتمعوا مساء الجمعة مع اغلب اطراف النزاع الذين ابدوا موافقتهم على السماح لأهالي الحي النازحين بالعودة الى منازلهم قال الناطق باسم مديرية الامن الوطني بسبها حاشم عبدالله ان مراكز الشرطة في المدينة سجلت مقتلى ما يقارب 250 شخصا على الاقل خلال عام 2015 واضاف عبدالله ان من بين القتلى عددا كبيرا من الافارقة والليبيين مشيرا الى ان اغلبهم قضى اثناء عمريات الخطف والحرابة وافاد عبدالله بان حالات الخطفة التي سجلت بمركز المدينة فقط بلغت 160 حالة واشر عبدالله الى انه تم تسجيل 630 حالة سطو على السيارات جرت تبليغ عنها في مراكز المدينة والقرضة والجديد موضحا ان مديرية الامن الوطني بسبها استرجعت 100 سيارة وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الامن الوطني بسبها هاشم عبدالله ان القوى الامنية تمكنت خلال عام 2015 من استعادة اكثر من 100 سيارة كانت قد تعرضت للسطو من قبل العصابات المنتشرة في شوارع المدينة واضف عبدالله لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عمرية استعادة السيارات تمت بالتعاون مع القوة الثالثة في الجنوب وقوة الردع الخاصة مشيرا الى انه تم تسجيل اكثر من 600 حالة سطو خلال العام الماضي اكد مدير المكتب الاعلامي للقوة الثالثة المكلفة حماية الجنوب محمد قليوان اكد ان الوضع في ابار مستقر وانه لم يسمع في المدينة اطلاق نار خلال الايام الماضية واوضح قليوان لقناة ليبيا لكل الاحرار صعوبة الوضع الانساني في المدينة والحصول على المواد الغذائية والوقود والمواد الطبية واسعافات المرضى نظرا للمعاناة التي تواجه المواطنين خلال عبورهم الطرق الترابية والصحراوية للحصول على حاجياتهم واضف قليوان ان هذا الوضع تفاقم مع عودة الهدوء ورجوع اعداد من النزحين في ظل غياب كامل لمؤسسات الدولة افاد مدير مكتب الاعلام ببلدية الكفرة عبدالله سليمان بهدوء الوضع الامني في المدينة وتوقف سماع اطلاق النار خلال اليومين الماضيين مشيرا الى استمرار خطورة الوضع بطريق الشمال بسبب عدم تأمينها حتى الان وقال سليمان لقناة ليبيا لكل احرار ان البنزين في الكفرة منقطع منذ مدة واسعاره مرتفعة في السوق السوداء واضح سليمان ان كليات جامعة الكفرة باشرت انتحانات العام الجامع الماضي بعد توزيع الكليات على مدارس المدينة نظرا لوجود مقر الجامعة في منطقة اشتباكات قال رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر انه يسعى لتوسيع قاعدة دعم الاتفاق السياسي للحصول على اغلبية تدعم تنفيذ الاتفاق واكد كوبلر في لقاء خاص مع قناة ليبيا لكل الاحرار انه من الضرورية الحصول على هذه الغالبية الداعمة للاتفاق بشكل عاجل نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه ليبيا الان واضاف المبعوث الاممين لقاءته برئاستي المؤتمر الوطني ومجلس النواب هدفها استغلال ديناميكية اتفاقات اصغرات ودفع الامور الى الامام لقد كانت مباحثات امس في طرابلس مخيبة للامال لانها لم تكن بناءة على النحو الذي كانت عليه محادثات في الشرق خاصة مع الرئيس عقيل صالح لقد تحدثنا عن المبادئ الخمسة وما زال امامنا المزيد من العمل في طرابلس من اجل اقناع من لم ينضم بعد الاتفاق بمن في ذلك السيد نوري ابو ساهمين ومجموعة اعضاء المؤتمر من اجل اللحاق بالقطار الان والانضمام الى الاتفاق السياسي قدم مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتين كوبلر تقريرا لرئيس المجلس الرئاسي فايس السراج تضمن اخر التطورات في المشاورات الرامية لدعم الاتفاق السياسي برعاية الامم المتحدة وبحسب مكتب الاعلامة تابع لرئيس حكومة الوفاق الوطني فقد عبر اعضاء المجلس الرئاسي عن تقديرهم لدور البعثة الاممية وجهودها للوصول الى حالة من الامن والاستقرار مؤكدين ترحيبهم بهذا الدعم وكان كوبلر قد التقى خلال اليومين الماضيين رئيس مجلس النواب عقل صالح في شحات قبل ان يتوجه الى ترابلس ويلتقي برئيس المؤتمر الوطني العام نوري بسامين ورأى الباحث في شأن السياسي والقانوني محمود اسماعيل ان قرر مجلس الامن حول ليبيا ما يزال حبرا على ورق لافتا الى ان القصف والقتل لم يتوقف في مرغازي او اجدابيا وهو امر باعث على القلق وفق تعبيره مزيد من العمل تنسيق كبير تنسيق مع المؤتمر تنسيق بالفاعلين على الارض محاولة قدر الامكان بأخذ المخاوف التي يبديها الجميع مأخذ الجد من اجل ان يكون هناك فعلا استقرار لما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة ومحاولة ان ترجع هذه الحكومات الى ارض الوطن لا نريد حكومة منفة قال وزير الخارجية في حكومة التسير الاعمال علي بوزعكوك ان حكومته لا ترفض الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة لكنها ترفض الاملاءات الخارجية التي من الممكن ان تقوم بها اطراف خارجية على الليبيين واوضح بوزعكوك لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المؤتمر الوطني ابدأ استعداده لمواصلة الحوار مشيرا لان حكومته جزء من الحوار ولديها مجموعة من المطالب خاصة فيما يتعلق بالتوازن في السلطتين التنفيذية والتشريعية واشار بوزعكوك لان الذين وقعوا في اصخرات لا يمثلون الى انفسهم حيث تمت دعوتهم بصفاتهم الشخصية دون ان يملكوا تخويلا من مجلس النواب والمؤتمر الوطنية اكد رئيس لجة المصالحة بمجلس النواب ابراهيم معميشة في كلمة القاها عقب وصوله ووفد من اعيان برقة الى مطار معتيجة بطرابلس ان ما سينتج خلال الاجتماعات القادمة مع اعيان المنطقة الغربية والمؤتمر الوطني سيتم رفعه الى الامم المتحدة مشيرا الى ان هناك تهديدات تتربص بليبيا يا ابناء ليبيا ان بلادكم مهددة مهددة بالتقسيم مهددة بالضياع مهددة بالسيطرة مهددة باجندات محلية واقليمية ودولية فليس هناك ما يفرقنا ابدا علينا ان نتنازل كفان دم كفان قتل علينا ان نقبل نقبل بالحق والحق يعلى ولا يعلى عليه من جهتها قالت عضو المؤتمر الوطني العام امنى طير لقناة ليبيا لكل الاحرار بعد لقاء مع وفد من عيان برقة انه سيعقد خلال الساعات القادمة اجتماع بين مشايخ المنطقة الشرقية والغربية ورئيس لجة المصالحة في مجلس النواب مشيرة الى ان قدوم الوفد الى طرابلس يعتبر دليلا على عدم صحة ما صرح به كوبلر عن قبول رئيس مجلس النواب بالاتفاق السياسي هو ما ذكره سيد كوبلر بان سيد عقيلة صالح وافق على الحكومة كان غير صحيح لان سيد عقيلة صالح لم يوافق على هذه الحكومة بالدليل ان ضاوة مشايخ المنطقة الشرقية الحمد لله هنا في طرابلس لمناقشة مواضيع عديدة ومنها لم شمل الليبيين وكذلك التسامح والتصافح والمضي قدما للملمة ليبيا كاملة بسياق متصل فاد نائب رئيس مجلس حكماء ليبيا جمعة فحيمة بان الهدف من زيارة وفد من عيان برقة الى طرابلس هو التواصل مع المؤتمر الوطني العام لتحقيق رؤية موحدة بخصوص حكومة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق اسخراط وبعض الملفات الاخرى واضف فحيمة لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عددا من اعضاء المؤتمر الوطني ومجلس الوفاق الوطني استقبلوا الوفد فور وصوله الى مطار معيتيجة مشيرا الى ان وفد عيان برقة سيلتقي رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين اعلن عدد من مجالس وحكماء وعيان ومشايخ ورجان الشورى والمصالحة والبلديات بليبيا فضلا عن مجموعة الوفاق الوطني في بيان لهم تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني ولكل حوار يصب في مصلحة البلاد واكد البيان ضرورة ان تكون الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع اضافة الى الحفاظ على وحدة التراب الليبي ونوه البيان على استبعاد الشخصيات الجدلية التي يترتب على وجودها اشعال نار فتنة وتأجيج العنف والفرقة لا فتن لان ما جاء في المبادرة لا يمثل الا الحاضرين والموقعين فيها نشاتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل قطاع الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني واهالي منطقة تأثيرين في الصدرات يحيون اليوم الوطني للشجرة الذي يصابق الثاني من شهر يناير من كل سنة مقتل ستة اشخاص واصابة تسعة اكترين من قوات الصعق نتيجة اشتباكات الشهر الماضي في بنغازي ومصادر محلية بالمدينة تؤكد سقوط عدة قذائف على منطقة السلمان عمسا قرابة مئتين وخمسين قتيلا في سبها قلال عام الفين وخمسة عشر ومركز الشرطة المدينة يقول ان القوى للمية تمكنت لاستعادة اكثر من مئة سيارة كانت تعرضت للسطر في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا لكل الاحرار كوبلر يؤكد ان الوضع الاتصاب والاجتماع في ليبيا يتطلب تسريع الحصول على اغلبية تدعم الاتفاق السياسي ويقول ان مباحثاته في طرابورس كانت مخيبة للامال انا بكم من جديد فضى رئيس المجلس العسكري ورشفان عبدالعالي الشباني بتأجيل اجتماع كان من المزمع عقده امس بين لجنة ممثلة لصرايا ورشفانا ولجنة ممثلة لصرايا الزاوية لبحث ملف فتح الطريق الساحلي واوضح الشباني ان التأجيل جاء بعد طلب لجنة الزاوية مهلة للتشاور حول شروط لجنة ورشفانا والمتمثلة في اتسحاب صرايا الزاوية من الحدود الادارية لورشفانا واقرار مبدأ التعويض وتقديم اعتذار رسمي في وسائل الاعلام وايحالة المطلوبين من الطرفين الى جهة قانونية محيدة مشيرا لانه سيتم اغلاق الطريق الفرعي الذي تستخدمه العائلات بدل الطريق الساحلي الى حين الاتفاق بين الطرفين ذكر المجلس ذكر المجلس العسكري صبراتا مدن المنطقة الغربية بالاتفاقية والعهود المبرمة بين المناطق المجاورة بعدم الاعتداء وجعل اراضي هذه المدن ملاذا لما وصفها المجلس بالعصابات الخارجة عن القانون وحذر المجلس في بيان له هذه المناطق من مغبة دخول من وصفهم بالمجرمين الى منطقة اطويلة بصبراتا والعجلات مرة اخرى بالاضافة لعدم اشتراك ابنائهم في هذه العمريات ومد يد العون له والمساعدة في ايوائهم واحتضارهم احياء قطاع الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني وهالي منطقة تليل بصبراتا اليوم الوطني للشجرة الذي يصادف الثاني من شهر يناير من كل سنة وتضمن برنامج احياء اليوم الوطني للشجرة حملة تشجير للغابة المقابلة لشاطئ تليل باشراف قطاع الزراعة في صبراتا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنية المهتمة بالبيئة وتاتي حملة التشجير في اطار اعادة احياء غابة متنزه صبراتا التي تعرضت في الايام السابقة للجرف في محاولة لتحويلها الى محاجة رفض الحراك التباوي من اجل دستور عادل اعمال هيئة صياغة مشروع الدستور لمخالفتها لعلان الدستور المؤقت في مدته الثلاثين القاضية بتوافق مكونات التبو والطوارق والامزيغ في الاحكام المتعلقة بها معتبرا مشروعها الدستوري باطلا وغير مقبول وانتهاكا لحقوق الكيانات الرئيسية في ليبيا بحسب قولهم واكد الحراك التباوي في بيانه تمسكه بمبدأ التوافق الدستوري في حقوقه غير القابلة لما سماها بالمساومة كالهوية وترسيم اللغات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والارادة المحلية وعدم التمييز والمساواة والعدالة الانتقالية عن كافة الانتهاكات والاجراءات التمييزية مطالبا الهيئة بعدم ترك الليبيين ينتظرون ما وصفها بالوثيقة القاصرة وغير المسؤولة التي تفرقهم ولا تجمعهم الى عنوين النشرة نقتل ستة اشخاص واصابة تسعة من آخرين من قوات السعق نتيجة اشتباكات الشهر الماضي في بنغازي ومصادر محلية بالمدينة واخر شقوط عدة قذيفة على منطقة السلمان امسا قرابة مئتين وخمسين قتلا في سبا خلال عام الفين وخمسة عشر ومركز شرطة المدينة يقول بأن القوى الأممية تمكنت من استعادة اكثر من مئة سيارة كانت تعرضت للسطن في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا لكل الأحرار كوبلر يؤكد أن الوضع الاقتصاب والاجتماع في ليبيا يتطلب تسبيع الحصول على اغلبية تدعم الاتفاق السياسي ويقول ان مباحثاته في طرابلس كانت مخيبة للأمان قتم النشرة فيا بيها اشتركوا في القناة